الهيئة ادخلت ما يقارب من 6 الى 7 محطات ولكن المحطات اللي معا منه محطات يعني مجموعة الطاقة اللي دخلتها الهيئة يعني قد تتجاوز 500 ميجاواط بالمحافظة ولكن المشاريع الخاصة بالهيئة الان العمل مستمر لتحديد مساحة كبيرة بالطاقة النظيفة الشمسية لغرض انتاج الطاقة الكهربائية تعامل مع مدير الزراعة ودائرة اقارات دولة وتم تحديد مساحة اكثر من 10 الاف دونم لهذا المشروع لغرض اقامة المشروع بالطاقة البديلة نعم استثماري طاقة هذا ما يخص الطاقة وما يخص المشاريع الصناعية والزراعية